موسيقى اهلا بحضراتكم النهاردة بنتناول رواية انا بتصور ان هي من الروايات المهمة جدا وبتركز فيها الكاتبة على فترة محددة الفترة دي ربما نستطيع رصدها بداية من سنة 74 لغاية 81 الفترة دي شهدت تغيرات وتحولات حدة جدا في المجتمع المصري اثرت على بنية المجتمع وعلى اخلاء الناس وعلى سلوكياتهم وافرزت او اخرجت اسوأ ما في بعض العناصر في الرواية صراع ما بين البراء او الطهر وما بين السقوط في الرزيلة او السقوط اللا اخلاقي الرواية بترتكز على او بتنظر للمجتمع من خلال هذه الفترة من خلال اسرة حقيقية وغير حقيقية اسرة ام عبير هي المنظار اللي بتشوف منه الروائية شاهناز الفئي المجتمع في هذه الفترة وهي اسرة بتعيش على العمل السينمائي الكمبارسي يعني ام عبير كانت كنبارسا ثم اصبحت لبيسة ولم يشفع لها جمالها ثم اتنين من الريجسيرات منوط بيهم تبليغ الأردارات للممثلين بشكل شبه دائم موجودين في الشقة ثم ايضا شخصية شمس وهو شاب لتقطته ام عبير ليعيش معها ثم الابنة الغير حقيقية ايضا زينب التي تبنتها السيدة ام عبير التي ليس لها طفلة حتى اسمها عبير برحب بالاستاذة شاهناز الفئي وبقول لحضرتك يعني لماذا كان منظور الكمبرس هو البداية لهذه الرواية ثم تتشعب الخيوط لنلتقي بشخصيات اخرى في المجتمع يتنازعها الصراع ما بين ايضا البراءة والسقوط الاخلاقي انا برحب بحضرتك اهلا وسهلا بيكم السادة المشاهدين سعيدة اني موجودة بقناة الناس ثقافية وبرنامج فن المحكاية سعيدة جدا ان احنا كمان بنناقش رواية من الروايات اللي انا بعتز بيها رواية يا شمس ايوب وهي من الروايات يعني الاخارة بتاعتي كانت اصدار 2021 وفازت بجائزة احسان عبد القدوس والحقيقة الرواية ديت انا بعتز بيها لأسباب كتير جدا انه هي بتتكلم عن فترة السبعينات وفترة السبعينات هي زي ما حضرتك قلت هي فترة ملتبسة فترة حصل فيها احداث كتيرة جدا وحصل فيها تحولات كتيرة جدا في المجتمع المصري وفي قيم المجتمع المصري وفي اقتصاد المجتمع المصري وفي السياسة في كل شيء يعني التحولات الحقيقة في الفترة دي كانت في كل حاجة وطبعا كان لها تأثير كبير جدا على الشخص او المواطن او الانسان المصري وخاصة الانسان المصري المهمش يعني احنا عارفين انه الفترة دي تتحول من الشراكية للرأس مالية بعد اتفاقية السلام والانفتاح الاقتصادي وكان عند المجتمع المصري في الوقت ده امال عريضة جدا على الانفتاح الاقتصادي وعلى الرأس مالية وانه يعني الناس هتبقى عايشة فيه رفاهية شديدة جدا ولكن للأسف اصطدموا بواقع مرير الفساد هو كان البطل في المرحلة دي انه الفئة الفاسدة هي اللي قدرت فعلا تعيش في مستوى مختلف الناس الوصولية الناس اللي زي ما نقول يعني ايه بتسرق بتنتش بتقدر تتجه ناحية الفساد وتستغلوا لصلاح استفادت من الظروف استطعت استثمار الظرف بالزبط لمصلحتها الفردية والنزعة الفردية سائدة جدا في هذه الرواية وكل الأبطال بيحاولوا أن يبحثوا عن الخلاص الفردي بالزبط ما هو لأنه كانت الفترة دي هي دي كان زي ما نقول شعار المرحلة صحيح فأنا خدت شريحة بقى من المصريين اللي يمكن برضو ما ظهروش كتير في الأعمال الروائية أو في الأعمال الدرامية فئة الكمبارس وهي الفئة المهمشة في السينما رغم حاجة السينما الشديدة لهم يعني إحنا ما نقدرش نقول في سينما من غير كومبارس ولكن رغم الحاجة الشديدة لهم لا ولكن هم مهمشين ويعني زي ما نقول حقهم مهضوم حقهم مهضوم فنيا وأيضا مجتمعيا وماديا وكل شيء وماديا وقصديا يعني حنقدر نقول في الفترة دي كمان لأنه في الفترة دي ما كانش لسه في نقابة للكمبارس ما كانش فيه يعني تنظيم للعمل بتاعهم صحيح يعني زي ما نكنت قايلة في الرواية اللي بيمرض فيهم أو بيتعب أو حد بيتوفى خلاص مصدر دخله وانتهى فالفئة دي يعني حبيت كده أقول أنه دي شريحة من المصريين ولكن هذه الشريحة ممكن تسري على كل المصريين على كل مصري ممكن كل مصري فينا يبقى كمبارس في الحياة طيب عايزين بس نأكد حاجة هو ما فيش نقابة للكمبارس في نقابة للممثلين بشكل عام لأ حاليا أعتقد أنه فيه نقابة للكمبارس أعتقد لأنه كان أنا كنت تابعة الموضوع ده وكان يمكن اللي له الفضل الكبير في أنه يسعى في هذا الموضوع هو الفنان الكبير الله يرحمه ويحسن إليه خالد صالح وهو كان يعني ده يمكن على فكرة بتحل ذكرى في هذه الأيام آه الله يرحمه كان إنسان عظيم وفنان عظيم أيضا صحيح واناك احتفالية في مركز الهناجر الفنون بهذا الخصوص يوم الأربعاء 27 سبتمبر طيب أستاذ شهيناز البراءة أمام الدنس أمام السقوط الأخلاقي براءة يعني إيمان لم تنقذ سيف وبراءة زينب لم تحقق لها الحلم بالزواج من المدرس اللغة العربية زكي وبراءة الشخصيات الأخرى زي روز لم تستطع أن تنقذ رجدي من هذا الوحل يعني ما الرسالة من هذه لماذا لم تستطع يعني هذه الشخصيات النقية البريئة الطاهرة أن تنقذ هذه الشخصيات الأخرى رغم استغاسة هذه الشخصيات بها لكن قدرت تنقذ نفسها يعني روز ولأنه كانت هي صاحبة مبدأ وكان روز دي هو شخصية أصلا يعني شخصية مضطربة شخصية مش سوية بشكل كبير روز قدرت تنقذ نفسها وتكمل مع والدها ومع ابنها اللي والده اتوفى في حرب أكتوبر وزينب رغم أنه الحالة اللي كانت عيشها في بيت كله زيف لكن قدرت في النهاية تقرر أنها مش هتعيش حالة الزيف دي وهتدخل معهد السينما وهتبتدي فنوم مسرحية أو فنوم مسرحية وتتجه للدراسة والتعليم على الأساس أنه هو ده لطريق الصح صحيح فاحنا حنلاقي إيمان طوالة أن هي طوق النجاة بالنسبة لزينب أنها تتعلم أنها تتعلم وتحقق الحلم اللي ما قدروش أسرة الكمبرسات أنها تحققه بالضبط يعني احنا أمام رواية عشان بس المشاهد يبقى معنا أسرة زي ما قلت لحضراتكم غير حقيقية يعني أم عبير كنبرس تعيش في شقتها وأيضا كنبرس متقاعد هي تعمل لبيسة بتخدم النجمات وتخدم عليهم ثم تلتقط شاب بريفي حالم بالنجومية هو شمس وبتعيش معها بدون زواج ثم هي ليست أما لأحد إسمها أم عبير لأنها كانت تتعطر برائحة زكية ثم هي أيضا تتبنى زينب وتعيش هذه الحياة ثم تتفرع الشخصيات في علاقات متشعبة لنكتشف مثلا أن شمس أثناء ذهابه للتصوير وهو دائم الإحساس بالاضطهاد لأنه عندما يصرخ عندما يتم ضربه في المشاهد التمثيلية المخرج يؤكد له أنه ليس عليه أن يصرخ لأنه كنبرس صامت وهو يحاول أن يناقشه كيف لا أصرخ وأنا أضرب يعني بتتعمق القصة من أول لقطة في هذه المنطقة ثم من المشاهد التي نكتشفها أن شمس يتم إلقاء القبض عليه أثناء فترة التراب السياسي في هذه الفترة اللي هي انتفاضات أو انتفاضة الخبز أو انتفاضة الطعام اللي سمها الرئيس السادات انتفاضة الحرامية يتم إلقاء القبض عليه عشوائيا وهو لا علاقة له بالسياسة ويخرج شخصا آخر لماذا خرج شخصا آخر بالتأكيد التجربة غيرته يعني هو شمس كان فتى حالم جدا وكان شايف في نفسه مواصفات النجومية اللي هي المفروض أن هي تكون هي دي الأدوات بتاعته للطريق النجومية ولكن الواقع مختلف الواقع مش كل واحد بيمتلك الأدوات هيوصل للنجومية صحيح فشمس اصطدم بالواقع ده اصطدم بحياة كلها زيف مع سيدة مفروض أن هي أمام الناس زوجته وهي مش زوجته وأكبر منه بعشر سنين مع ابنة هي مش بنته أيضا زينب فهو في حالة ورغم كده الحب الوحيد في حياته هو كان إيمان فلما دخل السجن اصطدم أيضا بالإخوان وبالاشتراكيين ما بقاش عارف هو مالوش بالسياسة ودخل كده غلطة أو دخل يعني بشكل مش مقصود وتم تجنيده من الإسلاميين وبالتالي كان فيه الاشتراكيين أو الماركسيين وكان فيه الإخوان فهو هيختار بين إيه وإيه ده هو ما كانش بيصلي أصلا يعني هو نفسه لما بيتذكر ما كانش بيصلي ولكن هو اختار الحل الأسلم يعني هو لا فهم في ده ولا ده بس اختار الحل الأسلم وقدر الإخوان أنه هو ما يجندوه فخرج شخص آخر خلاص ابتدى يتخلى عن حلم النجومية وابتدى يبقى عنده هدف تاني نتيجة للتغيرات الاقتصادية اللي حصلت في المجتمع أنه هو يرقى بحالته المادية يبتدي ينظر إزاي يكتسب المال وده عن طريق كان خدمة الإخوان بيتم تجنيده الشخصية اللي كانت بقى حقيقة في الرواية محمد البدري بيقنعه بأنه يستمر في حياته الفسدة ديت لأنه ده هيبقى غطاء وسطار ليه وهيخدم كده الدين بأنه يظل في حياة الانغماس في الملزات والخمر وما شابه ذلك لأنه كده هيفيد الجماعة أكتر أو هيفيد الطيار الديني ده أكتر وبيحلله ما هو حرام وبيقوله ده كده أنت هتخدمنا أكتر بالتأكيد وكان عنده يعني زي قاله زي اللي بيشتغل مثلا الجاسوس طبعا هو بيروحه بيتحول لشخص آخر فإيه المشكلة أنك أنت تساعدنا بنفس الشكل على أساس أن دي بيخدم وطنه وهو طبعا لأنه شمس مش تعليم يعني مش إنسان مثقف ولا متعلم بشكل كافي فيقدر أي حد طبعا يغسل دماغه أو يغسل مخه بيقوله الدين بيتحارب يا شمس إزاي ما بيقوله الحرب خدعة إحنا محتاجين لشخص ما يكونش عليه شيء عند إخواننا البعدة الشيخ البدري بيحلل هنا الحرام وبيقوله أنا عايزك تبلغ الإخوة رسالة بقيت الجماعة برا الرسالة كانت بليغة قوي من حضرتك بتقولي الرسالة أن شهر العسل أوشك على الانتهاء وعليهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد إذا ما قرر العريس أن يطلق في أي وقت يعني يعني هنا الأول إشارات لإغتيال الرئيس الساداتي بالتأكيد إنه العريس ممكن يطلق في أي وقت فأنته شهر العسل قربي يخلص هو كان خلص في الفترة دي فعلا وكان ابتدت اعتقالات كتير للإخوان وده كان نتيكتو طبعا زي ما احنا كلنا عرفين يعني أنت إعكاس السياسة واضح قوي على شخصياتك في الرواية دي يعني السياسة تكاد تكون دمرت أغلبهم هي الرواية سياسية في المقام الأول يعني هي الرواية بتشرح في وقت كله سياسة اتفقية السلام ونفتاح الاقتصادي وبعد كده اغتيال الرئيس السادات فهي الرواية يعني اتجاهها اتجاه سياسي أصلا ولكن المجتمع سياسة وزي ما قالوا قبل كده الخبز سياسة ولقمة العيش سياسة فهي السياسة دخلة في كل شيء يعني طيب أنا هسألك سؤال يعني رغم أن أنا قريت مقالات كتيرة عن الرواية وقريت الرواية كاملة أنا مش عارف الخلط أو المزج ما بين العمية والفصحة يعني كنت أفضل أن هي تكون بالفصحة كلها يعني لماذا كانت العمية هقول لحدها تكير عمية في الحوار فقط وليس في السرد طبعا وأنا فضلت أنا عندي روايات تانية للحوار بالفصحة يعني ممكن كنت تكتبها بالفصحة ولكن هذه الطبقة المهمشة جدا يعني متوسطة أو متوضعة التعليم أعتقد أن الحوار بالفصحة على لسانها بالنسبة لي أنا ما كنتش هكون يعني مسترية حلوة بالعكس أنا حبيت وهي العمية بتاعتي قريبة من الفصحة البسيطة شوية يعني مش هتلاقيها عمية عمية مش عمية الشارع يعني ولكن هي برضو لغة بسيطة لكن بتنطق بالشخصية يعني لازم لسان الشخصية يعبر عنها يعني بنشوف فصحة مبسطة في رواياته وده بقى كتير زي نجيل محفوظه يوسف إدريس وغيرهم يعني ما بنحسش إنها فصحة بيبسطوها بالتأكيد بالتأكيد في بعض الكتاب أو في كتاب كتير بيكتبوا الحوار بالفصحة وما بتكونش واضحة أو ما بتكونش مدايئة القارئ يعني أو بيلاحظها ولكن أنا كنت شايفة إن الحوار لما يكون بالعامية لهذه الطبقة اللي هي يعني تحت السفر دي أنا أعتقد إن أنا كنت هعبر عنهم بشكل ألطف بكتير من الفصحة خاصة إنه فيه أعادات أنس وفيه يعني قصص حب بسيطة وفي يعني العلاقات متشابكة بشكل كبير وكلهم طبقة ما فيش منهم حد طبقة مثلا متعلمة وطبقة تانية مش متعلمة لأ دا هما كلهم يعني كانوا فئة بسيطة قوي فكمن كنت حابة يكون بالعامية طيب رجدي رجدي الشخصية اللي قدمتيها اللي هو برضو ممثل ولكن هنا مش كنبرسة هو ممثل ثانوي هو ممثل نجمة تكاد تكون بتستحوز عليه لأنها معجبة بيه شخصيا فبتحب إن هي تقدم مشاهد الحب كلها والقبولات معاه هو تحديداً يعني أنا حسيت أن فكرة تقذزه من القبولات دي فكرة غير مقبولة لأنه أي حد بيعمل في هذا المجال دا جزء من المهنة يعني فكرة القبولات دي جزء من مهنة أي ممثل سواء كان نجم كبير باسم رائع أو وجه جديد أو غيره فمش يعني مش قبولات هتخليه ينفر من العالم السينما لا أقول حدتك رشدي أصلاً هو شخصية زي ما قلت حدتك شخصية عندها مشكلة نفسية رشدي اتربى تربية صارمة وأخته فاطمة انتحرت نتيجة لإشاعة أنه فاطمة يعني وقعت في الخطيئة فهو بالنسبة له هذه السيدة المتصابية زي ما بيقول يعني هي مش نجمة في سنه هي نجمة كبيرة في السن ولكن بتستحوذ عليه أنه ما يشتغلش في أي أعمال أخرى غير معاها علشان يعني تقيم بقى القبولات والحب والكلام ده أمام الكاميرا فهو كان مستق من هذه العلاقة بس إحنا ما بنكتشفش أنه في علاقة ما بينهم علاقة خارج البلاتون لا ما فيش علاقة ما بينهم خارج بالعكس بالعكس ده هو يعني هو لما لا ما فيش علاقة زي مش يونس كان بيبرر له بيقول له إيه الفرق ما بين أن أنت تعمل علاقة مع امرأة أو تعمل علاقة مع رجل ما وكله حرام ده ما هقولك على حاجة يونس ده ده حالة يعني يونس ده يمكن من الشخصيات اللي أنا يعني بحبها رغم على فكرة الشخصية الشخصية مرسومة حلوة والشخصيات كلها مرسومة حلوة بس في شخصيات أنا منبهر بيها أكتر يعني يونس منهم لأن أنت خلتيه اسمه الشيخ يونس هو بيصهر معاهم أنا فهم بس هو قادر على أنه يبرر لهم كل القبح وده موجود وقرر على أنه يعمل لهم فتاوى أنه كله تمام وكله حلال ده موجود في مجتمعنا طبعا الشيخ يونس راح عمل عمرة ولما رجع سموه الشيخ يونس وطبعا ابتدى يدي فتاوي وهم كلهم ناس يعني ما هو طبقة بسيطة جدا ما عندهمش العلم في الدين ولا ثقافة ولا حاجة فلما الشيخ يونس بيقول حاجة هم بيطيعوا الشيخ يونس يعني أنت فهم قصدي فالشيخ يونس أبو يحلله بيقوله أنت ده أكل عيش ده بيقوله ما هو أكثر بيقوله يعني هو الحرام بيتجزأ يعني النومك مع الحيزابون يفرق إيه عن مجد البيسي وبعدين بييجي في حتة تانية بيقوله مش أنا يبني الزمن اللي احنا فيه هو بيقوله أنت بتبرر كل حاجة ده أنت يعني ما معناه يعني أنت قادر على تبرير كل شيء عندك تبرير وفتوى لكل حاجة فبيقوله لا الزمن اللي احنا عايشين فيه هو أنت فاكر كل النجوم الكبار دول ما قدموش تنازلات كلهم بقوا نجوم كده يعني عشان موهوبين مجد البيسي والأبهة اللي هو فيها يعني أنا عاوزك تفوق وتفتح عينيك إحنا في زمن لانفتاح اي حاجة هنا أنا هسأل سؤال محدد ده رأي مؤلفة ولا هنا ده رأي الشخصية لأنه اللي أنا رصدته في الرواية أن فيه أراء تكاد تقفز من لسان الشخصية لتعبر عن رأي المؤلفة بص طبعا هقول لحضرتك على حاجة يعني طبيعي المؤلف لما بيكتب رواية هو روحه في الرواية لكن طبعا مش هكون متفقة مع أفكار الشيخ يونس ولا متفقة طبعا مع أفكار المعامير ولا متفقة مع أفكار رغم خلينا نتفق أستاذ الشهناز أنه في بصيص من اللي قاله ربما يكون عند البعض موجود الكلام اللي هو قاله لكن مش معناه أنه أنه معمم على الوسط الفني هقول لحضرتك حاجة يعني طبعا كل شيء طبعا في الرواية أعتقد أنه فيه شيء من الصحة صحيح لكن أنا برضو عايز أوضح نقطة أنه لو أنا هقول رأيي في الروايات بتاعتي دي هتبقى مشكلة دي هتبقى مشكلة بالنسبة لي كبيرة جدا أنا أبطالي كلهم عندهم مشاكل بسي على فكرة فيه بعض النقاط رصدوا أن أنت أحيانا كان فيه أراء لي كنتي مش بعض الشخصية النقاط بيقولوا كده عايز يعني في كل رواية أنا عملتها يعني رواية تاريخية رواية اجتماعية رواية نفسية كان عندي رواية سنوات التيه نفسية البطلة مريضة نفسيا يقول لك شهيطين شهيناز في الرواية يعني شهيناز مريضة نفسيا شهيناز أعدى في وسط أعداد حشيش وشهيناز تاريخية في أيام الخديوة يعني طبعا يعني رأيك عن الحب في الرواية أنا أعتقد ده رأيي المؤلفة مش رأيي زينب لا يعني يمكن بالعبس وزكي على لسانه وكلامه عن الحب والحب المستحيل وأنه هو اللي بيبقى وشوفي قيس وليلة وشوفي مش هارف رومي هما دول الخالدين طبعا أنا حيكون رأيي أنهو رأيي فيهم رأيي زينب ولا رأيي الشيخ يونس اللي هما نقيد بعض تماما ولا رأيي رجدي ولا رأيي روز اللي نقيد بعض تماما يعني أنا جايبة شخصيات متناقضة جدا استحالة يكونوا دي أتقرأ هي لكن هي رؤيتي للمجتمع ولهذه الشخصيات يعني أنا لما بععد أكتب الرواية أنا بفكر الشخصية دي هتفكر زي يعني واحد زي الشيخ يونس ده اللي هو بقى رعي عشرين سنة كنبارسة فرحام بصورة مع زعيم جمال عبد النصر رغم أنه عشان ياخد الصورة دي اتضرب في الطريق كذا مرة لكن أخد الصورة ودايما بيعتز بيها أنا مع جمال عبد النصر في الصورة ما هو أنت مشكلة شخصياتك في الرواية كما فهمت وكما قرأت إنها بتعاني من عدم الإحساس بالوجود هي عايزة تحقق ذاتها ولا تستطيع كلهم الراجل عايز يقول آه حتى كنبارسة يعني عايز يقول آه هو بيتضرب والمخرج بيقول له لا أنت كنبارسة صامت أنت متقولش آه لا بيقوله لو شيخ يونس بيقوله لو قلت آه هيبقى لك تمن هيبقى لك تمن لأن كنبارسة صامت أجروا غير كنبارسة المتكلمة وكلهم واقعين تحت قهر شديد أم عبير نفسها رغم جمالها الشديد اشتغلت كنبارسة جنب النجمات وبعدين بدأت تغيير منها النجمات ويرفضوا أنها تتصور معهم في نفس الكادر فأصبحت كنبارسة مع جميع ما تظهرش قوي ثم أصبحت لبيسة تخدم على النجمات ونتظهرش على الشاشة خالص الشخصيات كلها بتعاني قهر الشمس نفسه هذا الشاب الريفي بطل الرواية مش موجود مش متحقق هو عايش في كنف امرأة هي اللي بتأكله وتشربه وتصرف عليه وهو فقط مجرد ذكر يعني ليس له وجود أو ذات بتتحقق ولما بيلتقي بإيمان في الشارع بيحبها وعشان كده كان بيتمنى يسمي بنته إيمان لأنه يبقى الشخصيات بتبحث عن إيمان بالتأكيد فقدة للمعنى شمس في الأصل اسمه أيوب ومعابير اللي سمته شمس كمان وقالت له أنت عشان تبقى يعني زي ما فيه بقى نور الشريف هيبقى فيه شمس كمان فأنت اسمه أيوب ده ما ينفعش مش فني وانت هتبقى اسمك شمس فهو اسمه أيوب أصلا فهو بيبحث يعني عنده طبعا صبر أيوب يعني يعني في نهايته مالوش نهاية الصبر يعني وفي نفس الوقت هو بيبحث طبعا عن إيمان بيتشبس هو في السجن لما بيقول أنا بتشبس بصورة إيمان ولو صورة إيمان راحت من خيالي أنا حقع في بئر النسيان أنا نفسي حنسى نفسي خلاص لأنه الإنسان بدون إيمان وبدون أمل وبدون شيء يتشبس به حقيقي بيسقط فما بيبقى لش وجود فهو كان طول الوقت متشبس بصورة إيمان اللي هي الحبيبة وحاول فعلا أنه هو يرتبط بيها وحاول ولكن الظروف كلها كانت ضده في نقطة أيضا من ضمن الحاجات اللي حيث ذكرتها من آراء على لسان الأبطال في الدفاع عن فكرة الحب المستحيل وبتذكري أنه وإلا يعني لما بيكلمها عن فارق السن زكي أنه أكبر منها كمدرس وزينب عايزة تتزوج منه لا أيمن وصفي زكي اللي هو أيمن وصفي أيمن وصفي اللي هو مدرس اللغة العربية من درس اللغة العربية فبيذكر فكرة أنه يعني أن جهان السادات أحبت السادات رغم أنه ما فيهوش أي لا يسال له علاقة بالوسامة لكن هنا هو الحقيقة يعني وكأنك حكمتي أنه 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 أحبته أنه يتزوجته من أجل الحب المجرد ربما يكون الطموح الشديد اللي كان عليه السادات وكان واضح جدا أنه هو هيعمل حاجة هي بعقلية ما هو مش هنم مش هنازي يعني هو بعقلية زينم طفلة اللي عندها خمستاشر أو ستاشر سنة فهي شايفة أنه فرق السن مش مشكلة طب ما هو الرئيس السادات هو جوز جهان السادات يعني هو يعني بتكلم على فرق السن وهي كانت جميلة قوي وكانت يعني كده وهو ما كانش هو سيم قوي يعني الوسامة لا طب ما هي جميلة يعني هي بتقارن نفسها بص بإيه يعني هي شوف هي لطموحة قد إيه إنها بتقارن نفسها بزوجة رئيس الجمهورية وبتقارن الحبيب برئيس الجمهورية وده عقلية طفلة صغيرة جميل أنت كمان اللي حظته في تكنيك الرواية إنه الرواية عبارة عن زي ما يكون مشاهد سينما يعني هي ناقص كاتبة الشهينازي فيه تكتب نهار خارجي أو ليل دخلي أو الحاجات اللي بتكتب في السكريبت لأنه انت بتطلع من مشهد ما بين شمس ومعبير لمشهد آخر ما بين روشدي وروز بتخرج من روشدي وروز هذا الممثل اللي بيبحث عن دور وعايز يخرج من دائرة السقوط لروز البريئة النقية اللي هو حتى بيخفي دين وإتباعها وراها في الكنيسة هنا ايه دلالة يعني ان هي تكون مسيحية وانه يتباعها في الكنيسة هل هنا الكنيسة لعبة دور رمز للطهر مثلا ولا ايه لا هي انا حسيت انه روشدي لو حب واحدة مسلمة يعني ما يتجوزها اه ايه المشكلة لكن لكن كون ان هو روشدي عنده أزمة أصلا أزمة أخته فاطمة أو أزمة أحساسه بالدونية يعني ناحية الممثلة الكبيرة اللي في السن اللي دايما مستحوز عليه ناحية نفسه وبيشوف نفسه يا بولك حتى لما بيدخل عشان يعني ياخدوش أو كي بيعد ساعة بياخدوش هو ادعى ان هو مسيحي ودخل وراها الكنيسة ورغم كده وروز كانت كمان بتحبه من غير ما تعرف طبعا يعني ولكن هي روز من الشخصيات المهمة جدا في الرواية لأنها من الشخصيات السوية في الرواية يعني الشخصيات السوية في الرواية هنلاقيها وإيمان شخصية السوية إلى حد دير يعني إيمان يمكن برضو والدها تزوج والدتها تزوجت عاشت مع جدتها كده وزينب الشخصية السوية زينب طموحة جدا والرواية ان شاء الله يعني هي لها جزء تاني فالزينب دي ليها جزء تاني آه بإذن الله فهتكون زينب هي بطلة الرواية اللي جاية يعني حتى أنا ختم الرواية حلو حلو بكلمتين ما قالها يعشتار الزمن القادم لأن زينب هي اللي هتبقى الزمن القادم هي الجيل الجديد طيب هنا عندنا بطل الرواية شمس اللي انضم للجماعات الإرهابية وشارك في اغتيال السادات سواء بالمعلومات أو انضم لهذه الجماعة لما بيسمع أخبار اغتيال السادات وبعد ما الجماعة ساعدته انه هو ينتقل لشقة في مصر الجديدة ووفرت له محل اللي بيعقتها غيار السيارات وبقى في وضعية اجتماعية عالية جدا وخد المعابير معاه وخد البنت اللي هي هيسميها بعد كده زهرة وهتسميها هي إيمان في شهادة الميلاد هنا بيتخلص من كل الأوراق اللي تخصوهم بيحرقها أو ما بيعرف بيحلق دقنه وكأنه بيتبرق منهم وبعدين بتقولي ان هو ابتدى ينظر لزيزي أو زينب ويتأمل أنوستها الأول مرة ده دلالته إيه وليه الختام ده بتاع الرواية لا ده تعرف في الجزء التاني بقى ما نقدرش نعرف يعني هنا يعني ده حب أنا كده بحرق الجزء التاني لكن يعني الجزء التاني إن شاء الله لما ينزل نعمل مناقشة كده عنه وطبعا نعرف بقى إيه ليه شمس بيبص الزينب بالشكل ده وليه زينب بتفكر بالشكل ده يعني طيب تعالي نذهب لفيلم مهم جدا ومشهد أعتقد أنه له الظلاله على ما نناقشه الآن من رواية يا شمس أيوب وأعتقد أنه بيتماث مع موضوع الفن والتمثيل وأبطال هذه الرواية الحالمين بدور حقيقي سواء في الحياة أو دور حقيقي في السينما أغني على الممر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتعيشي يا دحكة مصر وتعيش يا نيل يا طيب وتعيش يا نسيم العصر وتعيش يا أمر المارب وتعيش يا شجر الدود وتعيش يا أمر المارب وتعيش يا شجر الدود أبكي أنزف أمو وتعيش يا دحكة مصر وتعيش يا دحكة مصر وتعيش يا دحكة مصر عظيمة حمدي حمدي اسمع حمدي وهيات راس أبويا محدة حيغني في فرح غيرك يعني ما قلتش رأيك يا منير لما أنت هايل كده ما بنسمع لكش ألحان في الإزاعة ليه حاولت كتير قدمت ألحان وكنت باخد رأي صحابي فيها الأول وكانت بتعجبه لكن الإزاعة اللجنة رفضت اللحنين برضو علشان الكلام ما له الكلام أنا عايزك تدور على الكلام الإيه جاف ومش وقته مش عايزك تزعل أو تي أس الأول أنت عارف الستة يا فايزة فايز أيها اعتبر الأستاذ حمدي اللي كلمتك عنه ملاحب موهوب مثقف من خريج المعهد وأنا أتوقع له مستقبل عظيم يا ديني النبي فايزة فايز وشفتها شخصي أنا حزمة كل دا مش مهم خش في الموضوع إيه رأيك يا أستاذ حمدي أنا عندي هنا كلام من مختارات الإزاعة بستة فايزة معجبة بيه قوي أنا معنديش مانعة بس المهم اقتنع بالكلام فرصة وتقدمت لك على طبق بالنور كلام حلو حقيق بس أنا عايزة لكبليه الأول سريع تحطيلي فيه شوية جيرك وفي النص حب التأسين أنا آسف ما أقدرش أعمل النوع دا بزمتك دا برضو كلام تقوله تعرف حمدي إن في تشابه كبير في ظروفنا أنت فشلت كتير وأنا ما أقدرش أستحمل أكتر من كده والله العظيم معاها حق الأستاذ سامير الفيل كان كاتب مقالة نقدية عن هذه الرواية مش هنقدر نقرأها كلها ولكن في أجزاء منها مهمة بيقول تحتشد الرواية بإشارات وعلامات وإيماءات تختص طبيعة التحولات الاجتماعية والانكسارات النفسية التي ألمت بالشخصيات الرئيسية في النص يتجسد السقوط في اختيارات كل شخصية فهي تناور في منطقة محدودة يحدوها الأمل في خلاص فردي بينما قوانين الواقع وأنساقه تؤكد على كون ردود أفعال الشخصيات تخضع لتبديات ذلك الواقع الذي غير من منظومة القيم وعبث بالمناخ العام والانتصار للفاسد طالما تخفى وراء أقنعة ملغزة وضبابية ومثال على ذلك شخصية رئيس مجلس الإدارة التي تعمل فيها إيمان وجدت على لسان الكاتبة وجدت فيه رجلا ناجحا وإن كان يستخدم طرقا ملتوية في سبيل تحقيق هذا النجاح فهذا هو حال البلد وبصفة خاصة بعد سياسة المفتاح الاقتصادي التي أتاحت للكثير من المتسلقين والأفاقين الظهور على سطح عالم يموج بالرشاوة والإكراميات واللعب على الحبال عالم رجال الأعمال مقالة طويلة ودقيقة وشارحة أطبعا أستاذ سبيل أستاذنا أستاذ كبير والحقيقة المشهد اللي احنا جبناه مرتبط بالرواية لأن أحداث الرواية معنية جدا بالفترة كمان اللي بعد 67 لغاية 81 مع اغتيال السادات ومعنية بالتفسخ معنية بالسقوط الأخلاقي معنية بالحالة التردي الاقتصادي معنية بالحزن والغضب والبراءة في مواجهة التوحش ويمكن كمان الفن موجود في الرواية بقوة يعني وكأنه مصرح وما الدنيا إلا مصرح كبير بتتحقق في هذه الرواية وحضرتك بتقولي كمان إنه إنه شمس اللي انضم للجماعات الإرهابية لما خرج من السجن وارتبط بالشيخ محمد البدري إنه ساعدوا إنه ياخد أدوار في التلفزيون في الدراما التلفزيونية وساعدوا في العمل الفني يعني وكأنك رصد لفكرة قد إيه هم كانوا مخترقين الحياة الاجتماعية في الفترة دي مخترقين المجتمع بالتأكيد في كل مكان وبعدين برضو يمكن لو هتكلم عن الجماعة أو الإخوان بصفة عامة يعني في بعضهم أو يمكن جزء كبير جدا منهم عنده الميكافيلي لا شواء الميكافيلي الغاية تبرر الميكيافيلية الميكيافيلية أيضا الغاية تبرر الوسيلة آه عندهم مفيش مشكلة إنك إنت تشتغل تمثل بس لغم إنه ضد مبادئهم طالما هتخدمنا في الموقع طالما هتخدمنا في المكان دوت وهكذا في حاجات كتير جدا وده يمكن إحنا شفناه في الفترة الأخيرة ويعني يعني شفنا الحاجات دي بشكل وهو قالهالو يعني يفسر هالو وهو كان محتاج إنه حد يعني هو كان متحطم روحيا بدخول المعتقل وكان محتاج حد يطبطب عليه ويقول له لا أنت كويس أنت مش وحش يعني لا هو محتاج لفلوس كمان لأنه هو برضو طول الوقت هو ظل الأم عبير هي اللي بتصرف عليه فكان محتاج يكون مستقل ماديا أو يكون عنده فلوس عشان يقدر يتزوج إيمان اللي بيحبها كان محتاج طبعا لدعم نفسي ودعم اجتماعي وبالتالي يعني اتجه للجماعة بالشكل ده الرواية أبطالك مهزومين كلهم يعني بحس أن أغلب الشخصيات مهزومة رجدي الشامي رجدي العفوان العيدي اللي هو بيحاول يبقى نجم ولكن محصور في إطار محدد جسدي وشمس نفسه في سجن أم عبير وغير قادر على الصعود وبيسقط أكتر وبيتورط أكتر مع الجماعات الإرهابية الشخصيات كلها بتهزم في النهاية وحتى القصة الرومانسية الرقيقة جدا ما بين زينب وما بين المدرس اللغة العربية اللي حتى ببلاغة شديدة بتقوله لا أنا قريت المتنبي بالفتحة لأنه ما ينفعش الحب يبقى أو تتكسر إن المرأة تتكسر أو يعني كان فيه عزوبة في الرسائل واستخدمت تكنيك هنا الرسائل مش المشاهد السينمائية وأدب الرسائل هنا هي كانت أبيات لقصيدة المتنبي العينيكة فهي بتقوله لا العينيكي يعني 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 متوجهة لها فبيقولها هي بالكسرة بالكسرة العينيكي فبتقوله لا خليها بالفتحة أحسن يعني فأقصد لا مش كلهم هو طبعا بص وقع الحال إنه في الفترة دي إنه كان فيه طبعا حالة انكسار في المجتمع المصري شكل كبير يعني ده يمكن أنا حبيت أعرضه في الرواية لكن أنا عندي نموذج كويس جدا هو زينب صحيح اللي رغم من انكسارها في قصة الحب لكن هي قررت إنها تكون شخصة تاني دي زي زهرة النرجس كده يعني نبتت في مستنقع ولكن بتقرر إنها هما كلهم فشلوا في تحقيق حلم النجومية هي بتقرر إنها هتروح تدرس طريق الصح وحتى في حبها لمدرس اللغة العربية أعتقد كمان جدا طبعا يعني طفلة في سن المراهقة يعني بتعجب بهذا النموذج ده الأمل بقى اللي انت يحطاه في آخر الرواية يعني وفيه كمان عندنا برضو المطرب عماد يعني عماد برضو كان طالع من الوحل كان يعني والده رجل سكير يعني له علاقات نسائية وكلام ده كله ولكن عماد يعني بتدى يشؤ طريقه ورح قال لها ده أنا حيلحلي بليغ ده أنا حروح لبليغ عشان يلحلي يعني أقصد إن هو الجيل الجديد ده اللي أنا كنت قصد أقوله في الرواية يعني يعني يمكن لو كان الجيل القديم خلاص كان كله انكسارات وشروخ ويعني لكن الأمل بقى في الجيل الجديد اللي طالع هيمشي في طريق الصح يعني الجيل الجديد هو ده اللي حينهض بالبلد هو ده اللي حيقدر يعني ينتش الحالة اللي كانوا فيها في الوقت ده وتضحيات أم عبير يعني أنت قدمتي تضحية إن هي بتروح تقابل مسؤول تقريبا أو حد في حزب علشان تطلع شمس من المعتقل ما ده بناء على فتوة الشيخ يونس ما هو قال لها كبار دول ما بيقدموش حاجة ببلاش فهي ورغم يعني وحتشوف فيه تناقض كبير جدا في الشخصية ومعبير يعني رغم أن هي عايشة مع شمس في علاقة خلق وغير شرعية ورغم ذلك لما يعني تنازلت للمسؤول الكبير ده هي عندها شعور بالدنس لأنه هي علاقتها بشمس يشايفها على قد برضو ثقافتها يشايفها ده علاقة حب إنما هي في حالة تنازل أو بتتنازل عن عرضها أو عن شرفها مع هذا المسؤول فهي عندها إحساس شديد جدا بالندم وبالدنس ويعني وده تنقض في الشخصية أنت كمان أستاذ الشهناز عاملة دائرة من الحب الشقي دائرة من الحب المجهد الحب الذي لا يكتمل والحب الذي من طرف واحد وده عذاب آخر بيضاف لعذاب الشخصيات فرشدي لا يلتقي بروز ولا تتحقق العلاقة وزينب لا تلتقي بمدرس اللغة العربية وفي حب بيكتمل خالص في الحياة ما فيش اتنين بيحبوا بعض يعني قليل نادر يعني هيكتمل في الرواية شفت أرائي الكاتبة هنا لما اتكلمت عن مي زيادة وجبران وعن قيس وليلة مع إن قصة مي زيادة وجبران هو المسؤول عن فشلها تاريخيا هو جبران خليل جبران هي أعطت هم قاعدوا يحبوا بعض يعني سنين طويلة ورغم بعض المسافة وهو أي من استخلى عنها استخلى عنها جبران يعني الحقيقة رواية مليئة بالمعاني يعني كيف يمكن للحب يمكن للحب أن ينمو في ظل تربة فاسدة في ظل متغيرات عاصفة بالمجتمع كله وليس وتحولات حدة جدا يعني من من فترة إلى فترة أخرى من فترة الناصرية إلى فترة السادات كانت التحولات حدة جدا انعكست على هؤلاء الأفراد الأستاذة شهيناز التقطت يعني فئة مهمشة للغاية مكسورة للغاية بتحلم بالصعود ولكن الصعود له ضريبة وثمن باهظ جدا وهو ثمن أخلاقي فبيسقطوا أخلاقيا نتيجة هذه الصراعات ثم تتداخل السياسة أكتر فتتورد بعض الشخصيات في العمل السياسي من أجل الصعود أيضا ثم صراع ما بين البراءة وما بين التوحش ثم أحداث سياسية لا تسيطر على الأحداث ولكن تضعها الكاتبة شهيناز الفاقي بشكل دقيق جدا بحيث تنير لك الطريق في كل فترة لتعلم في أي فترة أنت وفي أي توقيت وكيف كان انعكاس انتفاضة الخبز مثلا على هذه الأسرة المهمشة أصلا الجزء الآخر عايزين كلمة واحدة عنه الجزء الثاني من هذه الرواية يعني دينا فكرة ولو صغيرة عنه نختم بها هو الجزء الثاني طبعا في الفترة يعني من هتبقى من كام لكام من الثمانينات لحد الألفنات من الثمانينات للألفين للألفنات فترة طويلة قوي يعني ألفين وشوية كده بفترة طويلة ربنا يكون فعونك أنا بشكر حضرتك أستاذة شهناز الفئيب أدعوكم لقراءة يا شمس أيوب الوقت دهمنا كان نفسي أسأل عن عنوان الرواية هل كان ممكن يبقى اسمه إيمان مثلا أو كان ممكن يبقى اسم الرواية حاجة تانية خالص لا أنا هاخد الأسئلة دي أجاوب عليها في البيت إذن هنلتقي مع الأستاذ الشهناز بعد ما تكتب الجزء التاني لنواصل حوارنا حول هذا العمل الشيق بالفعل الحقيقة رواية ممتعة ووعية وفاضحة لهذه الفترة وكاشفة لأشياء كثيرة بشكر حضراتكم كنت معكم طارق عبد الفتاح إلى اللقاء الخميس القادم شكرا